أهلا بكم من جديد إلى شركة أدنوك والتي أرثت امتيازا لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 5 على شركة أكسيدنتل الأمريكية حيث جاءت هذه الترسية ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي كانت قد أطلقتها أبو ظبي في العام 2019 ترجمة نانسي قنقر نتحدث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلى الآن من هيوستن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لشركة أكسيدنتل بيكي هالب مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا ضعينا بداية بصورة التفاصيل لهذه الشراكة الجديدة مع أدنك نملك سجلا طويلا من العمل الناجح مع أدنك فنحن وأدنك شركاء في مشروع مشترك للغاز يعد واحدا من أكبر مشاريع الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط ولقد بنينا معا محطة لمعالجة الغاز في الوقت المحدد وضمن الميزانية وبدون أي حوادث تتعلق بالسلامة وعام 2019 حصلنا على امتياز استكشاف مدته 35 عاما في المنطقة البرية رقم ثلاث التي تغطي مساحتها 5782 كيلومترا أبوظبي تقدم بيئة عمل مستقرة فهي تملك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم نؤمن بأن المناطق البرية الاستكشافية في أبوظبي تحتوي على إمكانيات هائلة وفي الامتياز الحالي سنتمكن من التركيز على الانتاج لـ 35 عاما من بدء مرحلة الاستكشاف بالحديث عن المنطقة البرية رقم ثلاثة هذه المناقصة التي كانت قد استطعتم الحصول عليها بـ 2019 أخبرين أين هو التقدم الذي تم إحرازه بالأنشطة الاستكشاف في هذه المنطقة؟ حصلنا على هذا الامتياز العام الماضي ونحن متحمسون له إذ أن القدرات الاستكشافية في المنطقة البرية رقم ثلاثة هائلة نحن أول شركة نفط عالمية حازت على امتياز استكشاف عام 2019 وتمكنت من بدء حملة التنقيب في غدون سنة من الحصول على المنطقة البرية كما حققنا نتائج واحدة خلال الجولة الأولى من الاستكشاف ونحن نتطلع قدما لقدرات المنطقة البرية ليس فقط من منظور بنيوي بل أيضا من حيث الاستكشاف الطبقي أقف وإياك قليلا على ما يحدث عالميا أكيد 2020 كان عام سثناء لأسواق النفط والغاز والعديد اليوم يتوقع حدوث تحولات جوهرية كالوصول إلى دروة الطلب على النفط ما هي نظرتكم لأسواق النفط والغاز خلال الفترة المقبلة؟ باعتقادنا سيحتاج العالم إلى النفط والغاز لسنوات وسترتفع الأسعار بحلول للربع الثالث من العام المقبل وستكون أفضل في عام 2022 أما نظرا للنقص في الاستكشافات واسعة النطاق والانخفاض الملحوث بالاستثمارات في صناعتنا نرى أنه ستكون هناك ذروة في العرض قبل فترة طويلة من الوصول إلى ذروة في الطلب وقد يؤدي ذلك إلى عجز في المعروض قد يبدأ عام 2023 ويستمر لفترة لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع مفرد بالأسعار لكن ستكون هناك ارتفاعات متوقعة لكن مهما كانت هذه الأسعار نفخر بكوننا شركة ذات عمليات منخفضة التكلفة وسنواصل التركيز على هذه النقطة بصرف النظر عن الأسعار بالوقت اللي عم تاخد فيه مناطق جديدة للاستكشاف أكسيدنتل تخطط للتحول إلى شركة لإدارة الكربون لماذا اخترتم هذا النشاط بالتحديد وكيف له أن ينسجم عن شطتكم الحالية في قطاع النفط والغاز أولاً نؤمن بأننا نملك مسؤولية اجتماعية لحماية بيئة العالم وثانياً نملك عقوداً من الخبرة في استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخراج النفط وفي عملياتنا في الولايات المتحدة وعبر الاستفادة من خبرتنا في استخدام الكربون في استخلاص النفط نؤمن بأنه بإمكاننا توفير فرصة فريدة من نوعها للعالم لمساعدته على المساهمة في منع ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري العالمي بدرجة ونصف الدرجة المئوية إذن دورنا الأساسي هو استخدام تقنيات التقاط وتخزين الكربون في النفط والغاز وبالتالي للمساعدة على سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وأو التقاطه من الجانب الصناعي ثم استخدامه لاحقاً يساعد هذا السيناريو العالم كما يساعدنا ويزيد القيمة لأصحاب الأسهم كما هو مستدام على فترات طويلة تتعامل شركات أخرى مع محاولات خفض بصمة الكربون من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والخوض في هذه المساعي لكن نؤمن أنه من المنطقي لنا استخدام مهاراتنا الأساسية لتقديم المساعدة وزيادة القيمة لأصحاب الأسهم بالإضافة إلى المساعدة في تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الفضاء الجوي العالمي ملفت بالفعل هذا التوجه اللي عم نشوفه من أغلب الشركات الكبيرة عالمياً يعني اللاعبون الكبار بالنفط والغاز والتوجه إلى مصادر جديدة للطاقة وإدراج الأنشطة النظيفة أنا سأشكر حضورك معنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لشركة أكسيدنتل فيكي هالب رغم التحديات غير المسبوقة بالاقتصاد العالمي والظروف الاستثنائية في أسواق النفط تستمر أدنك في النمو والتوسع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 62 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقربتها أدنك خلال هذا العام لتكون بذلك قد جذبت أكثر من 237 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2016 جذب هذا الكم من الاستثمارات يأتي ترجمة لنهج أدنك المبتكر الذي كانت قد بدأته عام 2017 والقائم على التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية وخلق الفرص الاستثمارية المشتركة الأمر الذي نجم عنه إبرام الشركة لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والصفقات المهمة هذا النهج شكل جزء رئيسيا من استراتيجية أدنك 2030 الهدفة إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل وذلك من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية هي تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيمويات بالإضافة إلى المحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز استراتيجية أدنك رسخت مكانتها كشريك موثوق ومورد عالمي أساسي للنفط بالتزامن مع نجاح الشركة في زيادة سعتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا هذا العام جهود أدنك كانت محفزا وداعما رئيسيا لنمو الاقتصاد الإماراتي فبرنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة أسهم في إعادة توجيه أكثر من 76 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي منذ 2018 فيما تخطط أدنك اليوم لإعادة توجيه نحو 160 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتى 2025